ومن العراق إلى ألمانيا حيث تستعد الجاليات المسلمة هناك لاستقبال شهر محرم الحرام من خلال تنظيم مراسيم خاصة داخل المراكز الإسلامية تتخللها إقامة المجالس الحسينية لاستذكار وقاعة الطفل خالدة على الرغم من العشي في دول المهجر مراسلنا من ألمانيا والتفاصيل بالبصيرة لا بالبصر يرى المؤمنون في ألمانيا مصاب الإمام الحسين عليه السلام ويستشعرون الألم والحزن الذي وقع على الإمام وأهله فكانت الراية السوداء إذانا ببدء شهر محرم الحرام والاستعداد للقيام بشعائره الحسينية كل شخص من أخواننا في هذا المكان يقوم بواجبه وهو الواجب الخدمة خدمة أبو الأحرار الإمام الحسين عليه السلام هذا المصاب الذي هو ما زال يتجدد ويتجدد منذ 1500 سنة فهو يمر علينا فيجدد بناء العزيمة والقوة والأنفوان أبناء الجالية المؤمنة في ألمانيا وعلى اختلاف أعراقهم يتوقون إلى تجديد العزاء بالموالاة والإخلاص بأحياء الشعائر الحسينية وتعظيمها في سبيل بقاء الدين ومعالمه التي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام طبعا ذو عدنا في برنامج خاص لهم حسب اللغة لعدهم مثلا ألمانيا نسوينا في برنامج بالألماني وبالنسبة لتركيا هم كذلك عدهم مجموعة أصدقاء هنا المواليد لأهل البيت هم كذلك نسوي لهم برنامج لهم شهر محرم الحرام هو شهر العبر والدروس والقيم والاستعداد لاستقباله وأحياء شعائره الحسينية هو نصرة لثورة الإمام الحسين عليه السلام لقناة كربلاء الفضائية أحمد علي ألمانيا ألمانيا